مرحباً بالجميع من قناة دليل المسلسلات التلفزيونية الخاصة بي قبل الانتقال إلى الفيديو الخاص بنا إذا كنت تريد أن تكون زينب أمن وهليل أباً في الموسم الجديد وإذا كنتم تريدون أن تدفع الساحرة سونبول ثمن الشر الذي فعلته قم بالإعجاب بالفيديو أدناه ودعنا نعرض رقمنا معاً يا أصدقاء متى ستكون علاقة زينب وخليل الأولى في الموسم الجديد من مسلسل تل الرياح؟ هل ستنجح الساحرة سونبول في فصل الزوجين؟ هل سيقضي خليل وقتاً بمفرده مع زينب بعد الرقص معها؟ هل ستطلب السيدة زمرد من زينب أن تنجب حفيداً؟ في أقرب وقت ممكن هل مات الجنان وأسو أم أنهما سيكشفان قناع سونبول؟ سأخبركم بكل ما تتساءلون عنه في هذا الفيديو من فضلكم لا تنسوا مشاهدة الفيديو حتى النهاية وإذا أعجبك اشترك في قناتي وفعل جرس الإشعارات أيضاً إذا كنت تريد أن تبدأ سلسلة تل الرياح في أقرب وقت ممكن سأكون ممتناً لو تمكنتم من ترك قلب أحمر كبير في التعليقات في الحلقة الجديدة من تل الرياح نرى زينب وخليل ينظمان حفل عشاء في حديقة القصر ويرقصان معاً رقصات رومانسية على الرغم من أن زينب أخبرت خليل أن الجميع يدفعون ثمن الشر الذي ارتكبوه هل أنت مستعد لدفع الثمن يا خليل فرات؟ فإنها لن تتخلى عن حبها له أبداً نظراً لأن زينب وخليل أصبح الآن في حالة حب مع بعضهما البعض المستحيل التفكير فيهما بشكل منفصل إنهما مثل الهيدروجين والأكسوجين في جزيء الماء أحياناً ينفصلان عن بعضهما ويتحولان إلى بخار ويطيران بعيداً لكنهما يعودان ويستقران مثل الماء ويصبح كل منهما الآخر من المستحيل الفصل بين خليل وزينب أصدقاء بغض النظر عما تفعله الساحرة سونبول فإنها لن تكون قادرة على منع زينب وخليل من الزواج أو التواجد معاً أو إنجاب طفل ستصاب سونبول بانهيار عصبي في كل مشهد ينظر فيه خليل إلى زينب بالحب حتى لو فشلت سونبول في الفصل بين الزوجين فإنها ستبذل قصار جهدها لجعل العالم صعباً على زينب إذا كانت زينب تكره خليل لأنها علمت الحقيقة من شخص آخر كما في الكبوس الذي عاشه خليل في نهاية الموسم فسيكون من المستحيل تقريباً على خليل أن يجعل زينب تسامحه بينما تحاول سونجول الفصل بين الساحرة زينب وخليل ستصاب بالجنون عندما ترى أنهما يقتربان من بعضهم البعض حتى أنهما يتزوجان ويكونان معاً ستعتقد سونبول أن أفعالها لها تأثير معاكس وهذه المرة ستعامل زينب كزوجة ابنها وستكون إيجابية للغاية بشأن زواج خليل وزينب وستقول إن سعادتهما تجعلها سعيدة أيضاً من الآن فصاعداً ستدرك سونبول أنه من المستحيل إبعاد زينب وخليل عن بعضهم البعض وستعتقد أن الحل الوحيد هو التخلص من زينب بعد أن جعلها تحبه وكسبت ثقتها لقد وصلنا إلى نهاية تحليلنا أيها الأصدقاء لا تنسوا التعليق أدناه والإعجاب بالفيديو الخاص بنا وإذا كنتم تريدون أن تكونوا على علم بتحليلاتنا الجديدة للمسلسل يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات نراكم قريباً وداعاً